ازايكم شباباً امامين يا ربي تكونوا بخير ونبدأ الفيديو وتنساش تصلي عن نابع اللي هم صليوا وسلم وباركة لسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعال كده نفتكر احداث الاكت اللي اخدناها في الترم الاول مفترض ان احنا توقفنا عن شابتر 3 هنكمل شابتر 3 هنكمل الجزء اللي باقي منه هنفكرك باهم الاحداث عشان خاطر ندخل على شابتر 4 شابتر 4 نزيل الفيديو الوحده بس تعال كده نشوف شابتر سريء اللي حصل فيه الاول اول حاجة اننا كان عندي بس تعال فقرك بالاحداث او الاول الشخصيات مين هم الاشخاص اللي كانوا عندنا اصلا عندك طبعا البطلة بتاعتنا اللي هي كانت بتبيع الورد والورد اللي هي اليزا اللي هي كانت الفلاور جير قلتلك ان كان في واحد عالم صوتيات اسم مستر هيجنز قلت مستر هيجنز دوت هياخد اليزا هيخليها بدع بعد ما كانت فلاور جير البنت بتبيع ورد في الشارع والله ان هو هيخدها ويحسنها ده هي مفروض اللي تلوان هي اصلا اليزا كانت عايز تتعلم الصوت الكويس او عايز السيد تتعلم ان هي تبشي كويس تتكلم كويس بطريقة كويسة فهيجنز هيخدها ساعتها وهيعمل معيها دير اتفاقية بان هو هيعلمها كل دوت وكمان هتروح تحضر حفلة لحد كبير جدا في البلد وهتروح كأن هي واحدة من الناس الاغنية الطبقة العالية فمستر هيجنز اتفاق معيها على كده فمستر هيجنز واحد اسمه Och barbar an كان واحد عالم في الصوتيات لكن ما كانش متمكن ف retrieve ف 관ل هنعرف ان هيجنز اتفاق مع إلهيزا بقادر المستطاع همه كلهما كانوا قاعدين في بيت مستر هيجنز الو بيت مستر هيجنز قاعد معiu حد او مستر هيجنز اتفاق معي اسمها مين ميسوس بيرس BET يشب باقي functioning بين simple بكل امور مستر هيجنز والبيت وكل حاجة مستر هيجنز مكانش عنده والده مامته وهو كان عنده مامته ولكن مامته عايشة ببيت الوحده هو عايش في بيت الوحده وهي مامته عايشة ببيت الوحده هنعرف دلوقتي ان مستر هيجنز مفروض هيعدي علم اليه تلغيت ما الحمد لله تتعلم بنسبة كبيرة جدا وتبقى الى حد ما احسن لبسها تم بلبسها جبلها دون جديدة بقت شكلها احلى بكتير من الاول بدأت تتكلم الى حد ما كويس ولكن برضو لسه الطابع السيء بتاعها ان هي برضو مهما كانت هي بنت بيه ورد في الشارع فهي برضو لسه الطابع بتاع الشارع ما سيطر عليها شوي فالله هيحصل ان مستر هيجنز قلنا اخر حاجة توقفنا لها ان هو هياخد اليزا ومع مستر بيكرينج وهيروح عند والدته دلتا كده هيروح عند والدة مستر هيجنز اللي هي اسمها ميسيز هيجنز هيروح لها فاول ما هتشوفه وهي اصير ما بتحبوش جيلها ممتول ايه لان دايما ميسيز هيجنز بيكون عندها ضيوف وصحابها بيرحولها بيكون متكبر شوي متكبر شوية ويتمعظم كده على صحابها فاي حد بيكلمها بيتكلم من صحاب ميسيز هيجنز بيتكلم ميستر هيجنز بيتكلم معهم ايه بتكبر شوية ايه 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 العلاقة بتاعته يعني ايه بيكون احسن حاجة هو بتكلم مع الناس فكاد دايق جدا ممتو فكاد طبيعي كاد لما شفيته انت اللي جابك النهاردة انت اللي جابك عمدي النهاردة ومين اللي معي جدي دي دي فضيط دي ولا ايه يعني فقالت له طب يعني قبل ما تجيب ديوف معي كنت قولي انت جايب ديوف عشانه بقى عارفة راح قال لها لأ منت لو كنت عارفتي هي مين مكنتش هترضي اصلا ان انت تجيبيها بقيت له ليه هي مين اللي هدي بنت كده بتبيع كاد فلور في الشارع وكاد عايزة تعلم الصوتيات وتتكلم كويس وكده وانا جبتها وقلت تعلمها بقيت له ايه بنت من الشارع بتعلمها ومين بيودي في ان انت بتقول دوت وجابها عندي في ليه ببيتي اصلا هي برضو اين شخص ايه شبه ابنها كده متكبر شوية فانت تجيبها ليه عندي في البيت راح قال لها لأ ده انا عملت اا يعني اشتغلت معاها وخلتها احسن كتير من الاول قتل مهما عملت ومهما حاولت هي هيغلب عليها طابع ان هي كتعيشة في الشارع ومهما حاولت قال لها لأ بتلقيش اقرب بيها النهاردة حين النهاردة هنقوم نتكلم مع بعض وهفرجك فعلا هي هتبقى عاملة ازاي تمام طيب ما كانت في البت بتاعها مستنى واحدة صاحبتها بنم pregunt咦 مين صاحبتها اللي هي هتيجي اللي هنا اسطلا سمعنا عليها في اول اكت على المsim殺 صاحبتها هي هي Mises Enisford إده 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 انسف 모두 كتبي صاحبتها بعت أول اكت كان عندهاเปطين رجع partnered لانت بك وانت كلاورا بنتها وانت ابنها فريدي هي مسجلان اي نسبو كتبي صاحبت اتبقى صاحب تبقى مين صاحبت مم س LEGO فاكرين لما فريدي خبط في إليزا وقال ورد وقالت إليزا وقالت لها أنا عايزة أعرف تعرفي ابني ابنين وكده هي دي طلعت بقى مين طلعت صاحبة أم هينز جت بتتكلم مع أول ما شاهدت هينز بتتسلم عني بقى هينز زاك عامل ايه انت عالم صوتيات كبير وإحنا كلنا فخرين بيك وابقى حابة نتكلم معاك يعني فطبعا هينز مش هيديها اهتمام قوي بكلامها فطبعا مين قاعد عمالة هيكل في نفسها ومكتش عايزة يجي أصلا هي مين ممتو قلت لها ما تزعلش منه يعني ان هو بيعملك بالطريق دي بس هو كده إنسان غنيب طيب إنيس فورد أول ما هتشوف إليزا تبدأت لها حاسة اني بشبه عليك وانا مش مفتكيش في حتة قبل كده طبعا أنا شافتها فاكرين ان هي شفيتها في الشارع بس إليزا كانت لسه تلبس وحش ودوم كدش أحسن حاجة فهي بتقول لها أنا حاسة اني بشبه عليكي فهتقول لها إليزا لأ أنا مش فاكرين شفتك في حتة قبل كده مع ان هي فاكرت كويس جدا شافتها فيها طيب اللي هيحصل إن هم هيعودوا كلهم يتكلموا مع بعض طبعا مستر هيجنز كان الأن شوية من إليزا هي متتكلمشوا أحسن حاجة بس هو إي كان عطيها ربع سكة كده اللي هيحصل إن هم كلهم هيعودوا يتكلموا مع بعض مستر هيجنز هيكون مدرب إليزا هي تتكلم كلام معين جدا يعني إيه علمها إن هي هتتكلم عن التقس بس يعني ما تكيفتحيش أي موضية غير عن التقس علمها آآ كل حاجة ليها علاقة بالتقس والمناخ والجو دود وقال لها أي حد أو أي موضوع يسفتحيه افتحي حاجة أنت عرفاها أو أعلمها عن التقس وحاجات كتير وإنتي تكلم بقى بروحتك في الموضوع ده بس نفتحش أي مواضية تاني ولو حد ما سنفتح معين كلام رد يرقدي الكلام بطريقة مهزبة إلي هيحصل إن أثناء الكلام فعلا إليزا بدأت تتكلم في الأول بطريقة جميلة جدا وتتكلم عن التقس والمناخ وحال الجو عاملت زي وقت ايه هو بيتغير يعني يوم الثابت ومش عارف إيه فهي بتتكلم آآ حد في الموجودين هيبدأ يتكلم عن آآ المرض وإن فيه حد كانت هيتكلم قدام إليزا إليزا أول ما هتسمع كده هتقول لهم هتبدأ تنسى خالص يعني هتندمج في الكلام وهتنسى أصلا إن هي مفروض تتكلم بطريقة كويسة أو تخلي بالها في الحوار اللي هيحصل إن هتقول لهم آآ والله شفتوا اللي حصل إذا أنتم ما تعرفوش أصلا أنا إلا حصل لي تعالي أحكي لكم على قصة عيلتي كلها ده هيجنز سمع قصة عيلتي كلها وهيشد في شعر وعيلتك إيه ست يعني هشازين بتحكي عن عيلتك أنت مفروض شخص دلوقتي يعني راقي قاعد قد دمنا استني سكوتي وي برق لها هيبص لها مفيش أي حاجة إن دمجت في الحوار وهقول يعني هقوله وطلبه من نسبة المورد بأ أنتم عارفين ده أنا عمتي ميتة بالإنفلونزا عمت إليزا بتقول هي إليزا بتقول ده أنا عمتي ميتة بالإنفلونزا بس أنا شك في الموضو ده هي أكيد لأ ما ماتتش بالإنفلونزا أنتم عارفين هي ماتت بسبب بيه أنا شك كده والله أعلم إن جرانها وصحابها اللي ساكنين جنبها هم اللي قتلوها أصلا هي كان بتلبس كبعة معمولة من الأش والكب فأكيد هم اللي قتلوها أصلا عمتي قوية جدا مش شوية مرض دول هم اللي هيهزو ويموتوها أكيد في حد اللي قتلها وأحدها ما بقى إيه؟ مندمجة في الحديث وهمها تتكلم وميسيز إنس فورد بصالها كده بتعجب بطريقة بحشة لو هوا إيه المونزر دا تتتكلم بالطريقة دي ازاي كده فتسكت تسكت يعني تحكي حكيات عميتها وتسكت لا تكمل تقول لكم إيه ده حاجة أبويا ما شفتوش أبويا أنتم بيعمل إيه؟ أبويا بيشرب بأخمر بيشرب بأواين ومش كده وبس مراته كمان بتشجعه إنتو عارفين يعني هي إيه دايما مراته شايفة طبعا مراته دي مش ممتي دي إيه مرات بابايا ودايما بتشجعه أنه يشرب الواين علشان خاطر بتقول إنه هو كده هيبق دايما مفرحان وسعيد ومش هينكد عليها يعني مش هيخليها كمان إيه تبقى وحش لعب العكس وما كلهم يقوا فرحانين كده يعني هو بيشربوا حالته كويسة وما بينكدش عليها فهم كده كلهم هيقوا زي الفن فطبعا آآ إنس ف دي عمات تبسط صالها بيعني إيه عايزة تقوم تقتلها إيه الألفوز اللي إنتي بتقوليها دي آآ وهي مش مش مسكت يعني هيك كلمة على الباباه اللي هو آآ بيشرب ومراته اللي بتشجعه وكل دوي هتصرف إزاي أنا رح قال لهم بص يا جماعة في حاجة عايزة أقولها لكم شايفيني الطريقة بتتكلم بيها إيه عايزة دي طريقة اسمها بصوا كده أهو دي طريقة للكلام جديدة عشان أنا طبعا علم صوتيات وأنا بقول لكم إن الطريقة ديت في الكلام جديدة ولسه مكتشفة وفي ناس كتير قوية تتكلم بيها لفترة الجاية فإحنا إيه كشفناها لكم بقية هنعمل إيه؟ طبعا كلار قاعدة مهتمة جدا للحديث هي وفريدي بصي ما قلنا لك قلنا لن فريدي أصلا كان إيه آآ آآ قلنا في الترم الأول إن فريدي كان مي كراش على لار آآ آآ على العيزة يعني كان موجب بشخصيتها تمام فقاعد فريدي مهتمة جدا للكلام اللي بتقوله وكلارا كلارا تقوله ومميتها إيه الله يا مما حلوة جدا لغة الحوار اللي بتتكلم بطريقة عاملة إزاي طبعا ما بتتقول لها طريقة إيه يا بنتي بتتكلم بطريقة بيئة جدا يعني شعبية جدا وحشة فبنتها بتقول لها الله يا مما ده بصي بيستر هيجنز بيقولك إن ده الكلام الجديد أنا عجبني جدا وعايز أتكلم شبها طبعا دي أد لقيت عيالها بيديهم إنها وفريدي معجب هو كمان بطريقتها ومعجب بيها يلا بينا ناخد بعضنا ونمشي إليزة لقيت إن الموضوع كده وإن هما بيبصي لها بطريقة وحشة فتعمل إيه تخد بعضها وهي ماشية فريدي هيوقفها ويقول لها هو إنتي مش ممكن إيه رعيك لو أجي أوصلك تتمشي معي كده شوية فهتبصي تقول له أتمشى معي أنا ما تمشيش هنركب حاجة وروح شكرا جدا لك وتاخد بعضها وهتمشي فعلا وهتركب حاجة وتروح إلا يحصل إن مستر هيجنز دلوقتي هيقعد يتكلم مع مامتو مامتو مش هتسيب برضو في حاله تعالي بقى مش قلتلك إليزة دي مش هتسكت غلما تغلط الباكجراوند بتاعتها إن هي لسه واحدة جاية من الشارع فده الطابع اللي أغلب عليه اللي غالب عليها طول السنين دي كلها مش هينففة ليه يوم وليلة كده تنساه وتتعلم اللي انت بتقوله لها بس فطبعا عادت تعاتب مستر هيجنز وبيكرينج وقالت لهم إن انتو اللي اتنين عامين كأنكوا أطفال ومسكين دول اللي بتلعبوا بيها مين الدول اللي بيلعبوا بيها اللي هي مين اللي هي إلايزة وكأنه في جيم كلكو مستر بيكرينج يعني إيه هيعترض هيرد عليها ويقول لها إن دي يعني تجربة كده شيقة أنا حاول إن احنا فيها نغير إلايزة لشخص هي جديدة آآ وبيقول لها كمان ده أنا معايا كل ريكورد كل حاجة كان بتنطقى في الأول آآ أو كل حاجة بنعملها إنجاز بنعمله معيها أنا بحاول إنها سجله بحيس نلما نوصل لحاجة جديدة يبقى إحنا إيه يعني نشوف الحاجات دي نتفرج عليها فنحس بي آآ قد إيه إحنا عمانا إنجاز عظيم جدا معيها وكمان قاعد يشكر فيها يعني بيقول ببيستر بيركرينج إن هي أساسا كويك إير يعني بتسمع الحاجة بتعرفها بسهولة وبتحفظها بسهولة وكمان يعني بتتعلم بس ومش كده وبس لأ دي كمان قدرت إنها تلعب بيانه فترة آآ كويسة مع رغم نامك أتشتعرف تلعب بيانه قبل كده بس إحنا علمناها وبقت كويسة لحد كبير ميسيز هيجنز هتحاول تقنع ميستر هيجنز وتقوله يا ابني سيبها يا ابني وبعد عنها ما تجيب لش نفسك مشاكل وجودها أصلا معاك هيجيب لك مشاكل دي مسؤولية كبيرة لا فقال لها بصراحة بصي إليزة دي بنت هلبفو المساعدة ومعاونة دايما بتساعدني في حاجة كتير الصراحة وأنا مش هقدر أسيبها وحيز إن في حاجة نقصوني يعرف لما تكون متعودة على وجود حد يعني هي بقال لها فصرة كبيرة عادة معي فقال لها أنت يعرف أن هي بالنسبة لي بتكون بتساعدني أكتر من ميسيس بيرس بتساعدني في البيت دايما هي اللي بترد على شغلي يعني بتساعدني فيها هي اللي بتقولي موعيدي هي اللي ممكن تقومني الصبح هي اللي بتساعد في الفطار هي بتمحيك تير جدا وأنا تعودت على وجودها بصراحة مش هقدر أنا أسيبها يعني عطيك كان بيحبها هو ما كانش بيحبها بس هو تعود على وجود حاجة بتساعده في حياته فخلاص يعني هو مرتاح كده فهيقول إن هي كتا أهو بيقول أهو إن مستر هيجنز هيقل إن هي هلبفول وتعرف الأماكن بتاعت الأشياء ودايما بتفكروا بالموعيد بتاعته آآ مش بتعمل اللي هي بتعملوا دوت وإليزا كمان بتبقى بتعملوا كده وهي جلاد وهي فرحون إن هي بتعمل ده تمام طيب آآ طبعا إحنا قلنا رأي رأي رأيها إليزا وانترك إن هي شايفها ني بتستخدم تعبيرات كده آآ وإن هي ما ينفعش تعيش أكتر مع كده مع هيجنز تمام ده كده مفروض الآخر آآ مفروض بقى في هنعرف إلي هيحصل هل يا ترى هيجربها أكتر ولا هيسيبها هيرمين هيعمل إيه ده اللي هنعرفه في الجاي إن شاء الله بس كده باي باي